اشتركوا في القناة في النمو الاقتصادي وكان توجيه سيادته للحكومة بالاسراع بموضوع الرخص الزهبية واصدار الرخص الزهبية الحقيقة المجلس كان وافق من يمكن شهر وشوية على تسع رخص بصورة مبدئية والنهاردة يمكن يعني اسمحوا لي ان انا اعرض على حضراتكم يعني ان في ايدي دلوقتي التسع رخص اللي فعلا تم اصدارهم وبرضو عشان نشوف شكل الرخصة يعني الطريقة غير تقليدية وطبقا لتقنيات الجديدة الرخصة تطلع في صورة كارت زاكي بيبقى فيه طبعا كيو ار كود بيبقى متسجل عليه كل الداتا والبيانات اللي بتبقى خاصة بهذه الرخصة والحقيقة دي يعني خطوة مهمة جدا الدولة النهاردة بتاخدها علشان فعلا تشجع القطاع الخاص في خلال هذه المرحلة بالاسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية في المجالات من اللي احنا قلنا انها هتكون جديرة انها تاخد الرخص الزهبية وعايز اقولي كمان ان المجلس النهاردة بيوسع كل مرة الانشطة اللي ممكن انها تبقى تسري عليها الموضوعات الرخصة الزهبية بالفعل النهاردة اضفنا مجموعة اخرى من الانشطة والحقيقة ايضا النهاردة وفقنا على اصدار اربع رخص اخرى وبالتالي حيبقى فيه النهاردة اربع رخص هتبدأ هيئة الاستثمار انها تستكمل الاجراءات والورق بتاعتهم بحيث برضو تخرج بالشكل اللي انا وريته لحضراتكم واحنا يمكن زي ما قلت لحضراتكم محددين مدة زمنية بحد اقصى ان شاء الله تبقى هيئة الاستثمار بتصدر فيها هذه الرخص كل دي هدفها ببساطة شديدة ان احنا نمكن القطاع الخاص في هذه المرحلة على التوسع وزيادة الانشطة اللي بيقوم بيها لخلق فرص عمل جديدة والدولة المصرية كلها بتدعمه ويمكن عشان كده انا بأكد ورسالة لكل القطاع الخاص اللي موجود في مصر احنا الدولة المصرية حريصة كل الحرص في هذه المرحلة على يعني تشجيعه ودعمه في هذه الظروف الصعبة واهم شيء ان انا بدعو كل اصحاب المشروعات ان هم برضو ان هم يتقدموا صحيح بيقدموا لكل الجهات المعنية عشان الحصول على الرخص ولكن احنا في لجنة مختصة بهذا الموضوع جوه مجلس الوزراء تحت اشرافي الشخصي بتجتمع بصورة تقريبا اسبوعية او كل اسبوعين على الاكثر فبشجع القطاع الخاص ان هو يتقدم مباشرة لمجلس الوزراء هنا لو حابب ان هو ايضا يعني يبقى ده منفذ اخر للتقدم للحصول على الرخص الزهبية بجانب طبعا هيئة الاستثمار وبقية الجهات المعنية الاخرى فده الحقيقة توجه مهم جدا الدولة المصرية حريصة فيه وان شاء الله المرحلة الجاية هتبقى بتشهد اصدار وموافقات لعدد اكبر من الرخص الزهبية باذن الله الحقيقة احنا برضو على طول على مدار اليوم بيبقى فيه تنصيق كامل مع البنك المركزي ومع السيد المحافظ والحمد لله هدف هذا الموضوع هو ضمان استمرار اخراج كل السلع اللي موجودة في المواني زي ما قلت لحضراتكم يمكن يوم السبت الماضي احنا خلاص رجعنا تاني الى ما كنا عليه قبل عام ماضى وفعلا انا بتأكد يوميا ان الامور مستقرة وان الحمد لله دلوقتي بقت وطيرة العمل كما كانت قبل هذه الازمة وده دايما بيحصل من خلال التنصيق المستمر والدائم مع البنك المركزي والحيمكن المجلس حريص كل الحرص فهذه المرحلة على الجلوس بصورة تفصيلية مع كل القطاعات الانتاجية وعلى الاخص قطاع الصناعة ويمكن يعني احنا على تواصل مستمر مع الغرف التجارية وما اتحاد الصناعات ومجالس التصدير عشان نشوف كل المشاكل التفصيلية حتى اللي بتواجه عملهم بحيث النهاردة نخرج بقرارات تنفيذية واضحة بيتم متابعتها علشان نقدر ان احنا نتجاوز اي عقبات النهاردة بيواجهها قطاع الصناعة لان طبعا زي توجيهات فخامة الرئيس هو ده القطاع الاهم بالنسبة للدولة المصرية واللي شغالين عليه ولكن ايضا كان هناك الحقيقة تحدي كان بيواجه قطاع العقاري في دوق طبعا ارتفاع الاسعار المواد البناء والمستلزمات البناء كلها والمشاكل كمان في ندرة بعض هذه المواد كان الحقيقة جلسنا مع قطاع التطوير العقاري اكثر من جلسة وكانوا يعني حددوا عدد من المطالب والحقيقة يمكن يعني بناء على يعني التنصيق مع السيد وزير الاسكان الحقيقة كان مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتمع اول امبارح وبالفعل اصدر قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقاري ويمكن خليني اقول لحضركم اهم تلت قرارات صدرت ان احنا حنمد مدد الزمنية للمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% من المدة نفسها اللي موجودة يعني لو واحد مواخد خمس سنين بنديله كمان سنة اضافية فوق السنة دي وبنرحل الاقصاط المستحقة كانت على المطور لنفس المدد وبالتالي ده بنديله يعني 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 نقلل الضغط الكبير اللي كان واقع عليهم واللي حصل تأخير نتيجة للظروف الاستثنائية في اعمال التنفيذ فبالتالي بنديلهم 20% من المدد الزمنية الاجمالية اللي كانت مقررة للمشروع بتاعه في نفس الوقت وده كان قرار اخر مطلب من مطالب المطورين العقاريين احنا كنا بنعتبر ان المشروع مكتمل وبالتالي ما بنضغطش على المطور ان هو يكمل بقية المشروع عندما تصل نسبة التنفيذ الى 90% من المشروع فكنا بنسيب له 10% يقدر ان هو ينفزها على مدى زمني يعني مفيش بقى مدى زمني محدد برضو هيئة المجتمعات خفضت النسبة بدل ما تكون 90 تبقى 85% وبالتالي بندي فسحة للمطور ان هو يقدر يستكمل المشروع بعد كده بالصورة الظروف المناسبة لي ايضا كان هناك الحقيقة طلب وبردو تم الموافقة عليه الحقيقة كان بيبقى هناك فايدة اضافية بتفرض من قبل وزارة المالية كانت بتساوي 2% اضافية برضو مجلس هيئة المجتمعات بحضور السيد وزير المالية تفضلوا بالموافقة على تخفيض النسبة من 2% الى 1% ودي كلها قرارات الحقيقة كانت مهمة جدا انها تتاخد علشان دعم طبعا القطاع التطوير العقاري وده قطاع مهم جدا في الاقتصاد المصري عشان يواجه الظروف الاستثنائية اللي احنا بنواجهها الحقيقة اخر موضوع حابب ان انا اتكلم فيه ويمكن هو موضوع التروحات اللي احنا يمكن اعلننا عنه ان شاء الله اللي هو كان اعلننا عنه يوم السبت الماضي واللي قلنا باذن الله في خلال اسبوعين باذن انها حنعلن على الخطة التفاصيلية الحقيقة انا في اجتماعات على مدار اليوم يعني الحقيقة كل يوم بيبقى فيه اجتماع خاص بهذا الموضوع مع الجهات المعنية وفيه اجتماعات اخرى على بداية الاسبوع القادم بحضور برضو كل الوزراء المعنيين والبنك المركزي وان شاء الله ان شاء الله حنعلن عن الخطة التفاصيلية يعني باذن الله عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم عشان نعلن الخطة بالكامل اللي هي هتبقى على مدار عام بالكامل انها ان شاء الله هتطرح في الشركات وهنا يمكن عايز اتكلم ان العدد لن يقل عن عشرين شركة والاغلب انه كده باذن الله ولكن ودي كلها شركات هتطرح طرح اولي يعني هتبقى لأول مرة بتطرح لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة وايضا للطرح لمستثمرين رئيسيين بحيث ان هم يدخلوا بغرض اعادة هيكلة الشركات وتوسع في خطوط انتاج جديدة وبالتالي زيادة رأس المال يعني احنا لما بنترح لمستثمر استراتيجي بيبقى الهدف طبعا ان احنا نزود رأس المال بتاع الشركة اللي موجودة قائمة وبالتالي يضيف فرص عمل اضافية ويقدر ان احنا نوسع عملية الانتاج وبالتالي حيبقى العشرين شركة دول او المفروض العدد ان شاء الله حيبقى اكبر واللي حيطرحه الاول مرة حيبقوا مزيج ما بين الطرحات في البورصة او لمستثمر استراتيجي ولكن الهدف كله زي ما قلت هو مشاركة اكثر للمواطنين وللقطاع الخاص في عملية التنمية ويعني المشاركة في ادارة وتملك الجزء من المؤسسات وده طبعا يعني هدف استراتيجي اعلن عنه من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة وان شاء الله احنا كحكومة متجهين للتنفيذ الدقيق جدا لهذه الخطة وزي ما قلت لحضراتكم باذن الله بعد مجلس الوزراء القادم الاسبوع القادم هنعلن عن الخطة التفصيلية باسماء الشركات والكينات اللي باذن الله حيتم طرحها باذن الله انا بشكر حضراتكم جدا تفضلي ناخد سؤال او سؤالين بعدين تفضل حضرتك طبعا احنا الموضوع ده بياخد ترتيبات كثيرة جدا بالذات للشركات اللي بتطرح لأول مرة بيبقى هناك يعني مواصفات محددة لازم انها تعد وده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي وبنستكمله بعد هزيه الشركات هتكون ممكن تكون جاهزة في خلال شهرين ثلاثة وبعضهم ممكن بعد اربع خمس شهور وبعضهم ممكن يبقى على اخر السنة فحيبقى تبقى لظروف كل شركة ولكن اللي احنا بنقوله ان الشركات اللي حنعلن عن اسماءها في مدى زمني عام هتكون ان شاء الله طرحت هنا اللي انا بأكد عليه انها هتبقى بنسب تبقى لطبعا طبيعة كل شركة ونشطها فبتبقى بنسب محددة هتبقى برضو لكل شركة هيبقى معروف دي هممكن دي تطرح بنسبة معينة دي ممكن بتطرح بنسبة اكبر ولكن الفكرة زي ما بقول لحضراتكم بتبقى في جزء حيطرح في البورصة للمواطنين وجزء ممكن يبقى بيطرح لمستثمر استراتيجي وبيبقى دايما زي ما بقول لحضراتكم هدفه التوسع في الشركة وتكبير عمل الشركة وزيادة راس مالها ان شاء الله اتفاضل لا هو طبعا ده برنامج وطني بالكامل احنا اعلناه قبل حتى الاتفاق مع السندوق وحضراتكم تتذكروا كان يعني وقت ما كان فخامة الرئيس وجه الحكومة بعمل مؤتمر عالمي ده كان في يوم افطار الاسرة المصرية في شهر مارس او ابريل الماضي اللي حيافه احنا في شهر رمضان وعملنا المؤتمر العالمي في شهر مايو في الوقت ده اعلننا على ان ما فيه وثيقة سياسة الملكية وان الدولة في سبيل تنفيذها لهذه الوثيقة اللي هتطلع محددة هتبقى بتشجع فيها وجود القطاع الخاص وانها يبقى فيه نوع من التخارج والتخارج ده ليه ادواته ومنها سواء الطرح في البورصة او دخول في ادارة وتشغيل فبالتالي الخطة اللي احنا بنعلنها النهاردة هي خطة وطنية بالكامل الحكومة المصرية حطاها ويمكن حتى لما كنا بنتفاعد مع السندوق احنا اللي ادينا له الخطة وقلنا له ده ده خطة الدولة المصرية اللي حتنفذها في خلال المرحلة القادمة هل هناك يعني تصور لدى الحكومة عن حجم الفجوة التمويلية الدولارية الموجودة في الوقت الحالي زي الطرحات حققتل نسبة من هذه الفجوة ثانيا هناك تخوف انه موضوع الطرحات عندما يتم البعاء لمستثمرين العرب او الجانب بعد فترة بيحتاجوا الى تحويل اموالهم ارباحهم في الداخل الى يعني عملة النبي فده ممكن يقعين تشكيل طيب خلينا اقول لحضرتك طبعا الفجوة الدولارية احنا كدولة عارفينها كويس جدا وبنتحرك فيها من خلال اكثر من تحرك ويمكن اعلن عن خطة الترشيد الانفاق اللي كنا اعلنها عملية التوسع في دفع ودعم الاستثمار الخارجي المباشر عشان ييجي الحياة عديد من الادوات ومنها موضوع طبعا الطروحات وان ده بيبقى جزء بيساهم في هذا الكلام لكن خلينا اكد لحضرتك وبشكر حركة على هذا السؤال دايما التخوف اصل المستثمر الاجنبي حييجي حياخد الاموال من واقع الحصر اللي بيحصل ان المستثمر الاجنبي لما بييجي تمانين في المية من امواله انا بأكده مش اقل من تمانين في المية بتستصمر في التوسع في عملية الحجم المصنع اللي بيبقى موجود وده خلينا نأكد عليه لانه وبالتالي هو بيهمه جدا نجاح الكيان اللي هو موجود فيه عشان ما يخصطش فلوسه فبيبقى هو عايز طول الوقت ان هذا الكيان يجبر اكتر ويتوسع اكتر وبالتالي ارباحه بتبقى اكتر وده طبيعة اي استثمار اجنبي في اي حتة في العالم بيبقى هدفه طالما انه هو الظروف الاستثمارية اللي موجودة في المكان اللي في مواتيا بيبقى حريص كل الحرص انه يستمر ويبقى وده احنا شايفينه من نماذج كثيرة جدا من قطاعات انتاجية وصناعية كبيرة موجودة في مصر بأسماء عالمية ومستمرة حتى بالرغم من الظروف الصعبة اللي العالم بيمر بيها ومصر جزء من هذا العالم فخليني اكد لحضراتكم طبيعي جدا 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 وعشان نبقى ما عندناش هذا التخوف اللي بيحصل دايما ان الجزء الاجبر من العائد من الاستثمار بيعاد استثماره مرة اخرى داخل مصر ولكن من حق اي مستثمر طبيعي جدا ان نسبة من هذا العائد ان هو سواء يخدها يحطها ممكن يبقى عنده مشروع اخر في بلد اخرى عايز يفتحه او في كيان اخر فيبقى من حقه برضو ان هو يبقى عنده الحرية في يعني خروج نسبة من هذا العائد اللي بيبقى موجود لكن الاهم هو حط الاستثمار وبقى موجود في مصر وبقى بيصرف يعني عايزين نقول مئات الملايين واحيانا مليارات من الدولارات في تنفيذ المشروعات بتاعته فده شيء مهم جدا ان احنا نبقى كلنا متفاهمينه ونبقى عارفين ان ده طبيعة اي استثمار اجنبي مماشر في اي حتة في العالم بيبقى بهذا الشكل انا بشكر حضراتكم جميع شكرا اشتركوا في القناة